وإنما سأذهب بكم إلى أخبار مؤسسة القمر للثقافة والإعلام في هذا اليوم في يوم شهادة إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه نشرت مؤسسة القمر للثقافة والإعلام رايتها الرمزية ورفعت رايتها راية رمزية لا شأن لها بالسياسة أو بالعسكر تارية أو بأي نشاط من الأنشطة الاجتماعية المختلفة لا هي براية تنظيم سياسي ولا براية لجهة عسكرية أو لجهة عشائرية أو اجتماعية أو لأي مجموعة معروف في كل العالم من أن المؤسسات على اختلاف ألوانها وأشكالها المؤسسات الرياضية والمؤسسات العلمية والمؤسسات الاجتماعية والمؤسسات الإعلامية تصمم لها راية تكون رمزا ومثالا كي يتبلور عملها في ظل تلك الراية من هنا صممنا راية مؤسسة القمر لثقافة والإعلام رجاء أعرض لنا صورة تصميم راية مؤسسة القمر ها هي راية مؤسسة القمر لثقافة والإعلام أرضيتها بيضاء واللون الأبيض هو اللون الرمزي الشرعي الديني لمحمد وآل محمد دلالة آية التطهير فآية التطهير لونها الأبيض حينما يتلاشى كل نقص كل رتس في كل الأبعاد المادية والمعنوية عن حقائقهم وحينما يتأكد معنى التطهير مركزا من أنهم قد طهروا تطهيرا فآية التطهير إذا كان لها من لون ومن دلالة لونية فلونها الأبيض وعبر التاريخ عرف محمد وآل محمد وعرفت شيعتهم بالمبيضة المبيضة نحن والمسودة بن العباس اللون الأبيض هو لون رمزي وشرعي ومعنوي وعقائدي لمحمد وآل محمد وأما اللون الأزرق الذي نقش به اسم الأمير إنه لون السماء وسماء عنوان لمحمد صلى الله عليه وآله في قرآننا في قرآننا بحسب تفسيرهم لقرآنهم مثل ما بايعنا في بيعة الغدير السماء في القرآن عنوان ورمز لمحمد صلى الله عليه وآله والزرقة لونها فالراية البيضاء في أرضيتها تشير إلى آية التطهير واللون الأزرق يشير إلى عنوان السماء الذي هو عنوان لرسول الله فهذا علي بلون محمد وقد نقشنا في وسط الراية سطرين في كل سطر يتكرر اسم الأمير سبع مرات إنها سلسلة الإمامة الأم إنهم الأئمة الأربعة عشر عنوانهم جميعا علي أولهم محمد أوسطهم محمد آخرهم محمد كلهم محمد ومحمد هو الذي يقول أنا علي وعلي أنا أولهم علي أوسطهم علي آخرهم علي كلهم علي ونحن ما عندنا غير علي 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 هو الذي يقول أنا الأول أنا الآخر وأنا الظاهر وأنا الباطن وهذا هو الذي تقصده رايتنا علي هو الأول في أول السلسلة وهو الآخر وهو الظاهر وهو الباطن فهذا علي بلون محمد صلى الله عليه وآله ونحن من علي وإلى علي وعدلين ميتين وعدلين ميتين يمك يمك يا علي عدلين يمك يا علي عدلين ميت يمك يا علي آخر وقن يمك يا علي يا امك يا حسنين. يا حسنين. انت حمانا يقول حسنين يا حسنين. قطعا لا نجيز لأحد أن يستعمل هذه الراية في أي نشاط من الأنشطة السياسية أو العسكرية أو الاجتماعية المختلفة. هذه راية رمزية لمؤسسة إعلامية ثقافية. مؤسسة القمر مؤسسة للثقافة والإعلام فقط. فلا نجيز لأحد أن يستعمل رموزنا وأن يستعمل شعاراتنا في غير موطنها وموردها الصحيح. هذه الراية نحن رفعناها كي تكون مثالا ورمزا يتبلوى. هذه هي الراية الزهرائية القمر للثقافة هذا الخبر الأول من أخبارنا ترجمة نانسي قنقر